لفريق مصر مقصة فوز المقصة النهاردة بيصعب الأمور برضو على الفرق اللي متواجده في المنطقة دي الإسماعيلي يعني برغم من فوزه ماتشين برضو الأمور بالنسباله لسه في مركزه وفي المركز 16 أتحسن شوية كان في المركز الأخير ثم تحسنت الأمور وبقى في المركز 16 وبالتالي طبعا بعض النتائج ما بتكونش في صالح فرق أخرى يعني النهاردة مصر مقصة بتفوق بتكسب الأمور بالنسبالها بتبقى بتقرب بشكل ما من الفريق الإسماعيلي جونة النهاردة خسر وبالتالي برضو مازال برضو في دائرة الهبوط يعني بالنسبة للمبارات زي ما بيقول كابتن طاري وإحنا كده بنتكلم واتكلمنا مبارع إن الدور التاني صعب جدا النقاط فيه هتبقى صعبة جدا جدا مش بتكلم بس على الفرق اللي بتصارع أو تحاول تبعد عن منطقة الهبوط لا نتكلم على الفرق اللي كمان عايزة تكسب الدوري اللي عايزة تقعد في الدوري النهاردة بنشوف الزي مالك أو هتكلم عنه الزي مالك النهاردة والأمور بالنسبة له عاملة زي ماتشين امبي والنهاردة الزي مالك ولعبته بعيد تماما على المستوى الفني اللي أقاهلك إنك تبقى حتى متصدر الدوري ماتش اللي فات فيش روح ما فيش أي أمور ممكن فنية كمان ممكن تشوفها في الملعب عشان تقول إنك ممكن تعمل منتادة وترجع للمباراة مرة تانية ده في ماتش امبي وقلت أنا في الوقت ده إن إمبي يعني كسب بمنتهى سهولة النهاردة طلع الجيش برضو المتوقع إنك تشوف لعيبة ناتز مالك نازلة عايزة صالح جميلها عندها روح عندها أمور فنية مختلفة لكن زي ما هو الأمور بالنسبة لهم زي ما هم وبالتالي كان من السهل إن كابتن طارق العشري يشتغل الشغل بتاعه المعتاد ويقدر يعتمد على اللعيبة ومهارات اللعيبة عنده وبرضو أخطاء موجودة عند دفاع ناتز مالك وخط وسط ناتز مالك أو بالشكل العام بفريق ناتز مالك ويقدر يستغل الفرصة اللي جات له ويحرز هدف الفوز عن طريق فيكتري وبالتالي طبعا يستحق النهارة طلع الجيش من خلال تنظيمه وإصراره وتركيزه في المباراة طوال التسعين ديئة إنه يفوز بهذا اللقاء وزي ماقول لكم يعني أنت الفريق المتصدر بيخسر حتى الآن من خلال تسعة عشر لقاء أربع مباريات شيء صعب جدا تسعة عشر لقاء بتخسر أربع لقاءات في طريق حفاظك على لقب وفي طريق تصدرك يعني ماقول لكم النادي الزمالك متصدر الدوري حتى الآن على حساب بيرامدس ولكن طبعا وعلى حساب الأهلي لكن زي ما قلت حالكم الأهلي لعب أربع تاشر لقاء أما نات زمانك لعب تسعة تاشر لقاء وبالتالي طبعا الأمور في حين عودة النادي الأهلي للجدول أو المباراة بشكل طبيعي للدوري الممتاز الأمور ممكن تختلف بشكل كبير جدا في المنافسة على الدوري في هذا المسلم أنا أسيب الجزء الفني لكابتر ريد عبدالعال هيكون متواجد معي إن شاء الله في جزء تاني من الحلقة ويقدر يكلم